وعا توقعوا بهذا الغلط ما بحياتكم تكتبوا كلمات باللغة الإنجليزية معربة ولا حتى تتعلم اللغة الإنجليزية من خلال قراءتكم للكلمات باللغة العربية لأنه مثل ما نحن عمنا باللغة العربية أحرف مثل صاد، ضاد، طا، ذا نفس الملنا باللغة الإنجليزية، نفس الشي عمنا باللغة الإنجليزية في أحرف ملنا موجودة باللغتنا العربية مثل أحرف P V يعني ناخد مثل كلمة Brave إذا بدأ نقراها من العربية أو بدأ نكتبها بالعربية رح نكتبها جداً غلط، حتنكتب كأنه Brief أو مثلاً إذا بدأ ناخد كلمة Pencil إذا بدأ نقراها من اللغة العربية رح تصير Pencil رح نقفقود هيدا الحرف P أو Lip رح تترجم جداً خطأ وكلياتنا بنعرف إنه باللغة الإنجليزية عمنا 26 حرف ولكن عمنا 47 حرف صوتي يعني ناخد مثل كلمة Body إذا بدأ نقراها من العربية أو بدأ نكتبها بالعربية رح تصير Booty هيدا الحرف الأو يلي بالأو حرف الأو رح يفقود قيمته لهيك ما تقعوا بهذا الغلط هو ما تكتبوه باللغة العربية لكلمة الإنجليزية لأنه إذا تعلمتوا اللفظ من الأول غلط كتير صعب عليكم نسالحوا بعدين تعلموا من الأول صح، ألفزوا من الأول صح ترجمة نانسي قنقر